السلام عليكم أنا جعفر وملخص أحداث الأسبوع العاشر في الانبيئي اليوم الأول ملواكي باكس يتغلب على ديترويت بيشتنز بفارق ثلاث نقاط ويانس يسجل 32 نقطة وجيمس هاردن يواصل التألق ويسجل 47 نقطة يساعد فيها الركز في الفوز الصعب أمام الجاز والسبيرز يحقق انتصار قوي أمام السيكسرز بفارق 27 نقطة وليلرد يسجل 39 نقطة ويقود البليزرز لانتصار صعب أمام الكليبرز اليوم الثاني لا رينانس جونير يسجل متابعة وسلة الفوز مع نهاية وقت النبارة ويمنح الكافت انتصار صعب أمام البيسرز والنكتز يحقق انتصار صعب أمام المافريكس بعد تسجيل جوكتش ل32 نقطة ودي أنجل ورسل يساهم في انتصار النتز أمام فريقه السابق الليكرز بعد تسجيله 22 نقطة اليوم الثالث في نكس سانز يسجل الفوز الرابع التوالي ويحقق انتصار أمام السلتكس في بوستن والجاز انتصار صعب أمام الواريورز بالرغم من تسجيل كيدي وكريل 62 نقطة والباكس يتفوق على البلكنز بأداء جماعي بتسجيل 9 لاعبين 9 نقاط أو أكثر والركتز انتصار جديد أمام الويزردز وجيمس هارلين يسجل بيس 35 نقطة والرابترز يعود بين فارق 17 نقطة ويحقق انتصار صعب أمام البيسرز والسيكسرز انتصار سهل أمام النيكس وبن سمنز يسجل تربل دبل الرابع لف الموسم اليوم الرابع ميامي هيت يستغل إصابة كريسبول ويعود من فارق 16 نقطة ويحقق انتصار صعب أمام الروكتز اليوم الخامس الباكس بكل قوة يسجل انتصار أمام السلتكس في بوستن في مباراة وصل فيها الفارق ل 26 نقطة والليكرز انتصار أمام البلكنز وتسجيل جميع الأساسية لأكثر من 10 نقاط والسبيرز بعد يحقق انتصار سهل أمام الوولز بفارق 26 نقطة اليوم السادس الكليبرز يحقق انتصار سهل أمام النيكتز و80 نقطة من تحت السلة والويزرز في مباراة ماراثونية وبعد ثلاثة أشواط إطافية وتسجيل برادلي بيل لأربعين نقطة 15 تمريرا و11 ريباون وتوماس براينت لي واحد ثلاثة نقطة ونسبة نجاح 100% قدروا يتغلبوا على فينكسنز في فارق ثلاث نقاط وفلي يتغلبوا بسهولة على تورنت ووسط غياب كواي والليهيت يتغلب على الباكس بعد تسجيل أخير بس ثمان نقاط في الربع الأول وبول جورجي ب43 نقطة يساهم في الفوز الصعب للثندر أمام الجاز في فارق نقطة بس والركتز مع غياب كريس بول يتغلب على السبيرز و39 نقطة لهاردن اليوم السابع الواريورز وبعد تسجيل كريو دورانت ل77 نقطة يحقق انتصار صعب أمام الكليبرز في فارق نقطتين بعد تسجيل الأخير لرقم قياسي في نسبة الرميات الثلاثية الكليبرز سددوا بنسبة 78.3% 18 من 23 ثلاثية وديميال ليلر 33 نقطة وبعد شوط إضافي يوصل مع البلايزرز إلى فوز صعب أمام المافرق سفارق ثلاث نقاط والتمبر وولفز انتصار صعب أمام الثندر بعد تسجيل أندرو ويقنز لثلاثين نقطة ولا جديد راسل وستبروك تربل جبل التاسع له في الموسم وبس هذا ملخص لسبوع عطنا رايك سلام